تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد العلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رعاه برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني المجيب لمملكة البحرين والذكرى السادسة عشرة لتولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم من كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة فخامة الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتيريا معالي السيد الحبيب الصيد رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيزة لسعود أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية حيث أعربوا فيها عن صارق تهانيهم لسموي ولي العهد بهذه المناسبة الوطنية المجيدة متمنين لمملكة البحرين اضطراد التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة